صباح و اهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدنا نتحدث عن التابلت الجديدة من شركة Honor اسمها Honor Pad 8. رغم أن يضع الرقم 8 عليها، هذه الشاشة تعيتها 12 إنش، 2K عليها الشاشة بتكون قوطة والنوعية تعيتها. وماذا ذلك؟ لدينا 8 سبيكور موجودين على التابلت هذه حتى تعطينا أحسن صوت موجود. بنقدر نستمتع نشوف فيديوهات عليها مدة طويلة. أهم الشيء نقول لكم هي أن المميزات الموجودة هنا لا تأتي بسعر عالية كثيرا، هذا كثير مهم. هيا، أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس الذين عملوا اشتراك، دعونا نتحدث عن Honor Pad 8. اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائما تعرفوا عندما نزلكم فيديوهات جديدة. هذه هي التابلت مثل ما لكم، الكاميرا الموجودة خلفها 5 ميجابيكسل، والكاميرا الموجودة قدام كان نفس الشيء، البطارية 7250 لا يأتي مننا إلا لون واحد، لا أعرف حتى نزلنا لون ثاني بالمستقبل. عندما نرفع التابلت هنا إلى فوق قليلا، عندما نظر إلى فوق، لدينا زر طبعا، الـ Volume Rocker، ودينا ميجرافون واحد للكاميرا. على الجنب هنا، لدينا اثنين سبيكر مفتوحين هنا بألبهم كل واحد فيهم اثنين، لذلك لدينا أربعة شمال مع USB-C. لا تحت لدينا شيء آخر، تظل فاضي مثل ما هي هنا. ولدينا اثنين سبيكر مفتوحين، لدينا اثنين سبيكر بكل واحد. لدينا اثنين سبيكر بكل واحد. الشاشة لم يكن لدينا بسمة سبيكر مفتوحين للتابلت، السيستام الموجود هنا جميل جدا، لدينا جوجل فيد على الشمال، لدينا جوجل بلاي ستور موجود عليها أيضا، وأنا نزلت إلى ناتفليكس، وعدة تطبيقات موجودة هنا أيضا، لا يوجد اشكال إطلاقا. نفتح من فوق، لدينا اختيارات جميلة هنا، النوتفيكيشن بانو، نرى كل الشغلات جميلة، لدينا سبيكر مفتوحين هنا، تساعدنا بإستخدام صورة الشاشة من التابلت للتلفزيون التي يستطيع استعمالها، مثلا التلفزيونيات سامسون، وهذه الشغلات التي يجعلكم تعملوا كاستنج عليها، هذا يتمشي منيح. لدينا الهوتسبوت، نستطيع استعمال الواي فاي هنا، ونستطيع إستخدامها إلى هادفة ثانية، هذه هي جميلة كثيرا، من غير ما يكون لدينا موبيل مفتوحين عليها للتلفزيون. نيربي شير، التلفزيونيات، 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 كله منيح، دعنا نذهب إلى هنا، سننذهب إلى تحت، كما رأينا، التلفزيونيات اسمه Honor Pad 8 Hea W09 الموديل تبعه، Magic UI 6.1 على أندوريد 12، هذه الشغلة منيحة، التلفزيونيات، التلفزيونيات، Qualcomm Snapdragon 680، هذا الحاسوب، منه كثير قوي، لكن صراحة مع هذا التابلت، مع الشاشة القوي، والبطارية 7250، هذه التابلت، تضييننا مدى طويلة، لأن نستمتع فيها كثيرا، كثيرا، لدينا الـ GPU On Ram Turbo الموجود عنها، 6 GB و 2، سيكون هناك موديلين موجودة على السوق، واحد لديه 4 GB RAM مع 128 موضوع، والثاني، سيكون لديه 6 GB RAM مع 128 موضوع، هنا، كما نرى، كما نرى، الـ 1200 موضوع للشاشة موجود هنا، والأندوريد باتش على الأوغسط 1، الـ PPI للشاشة هي 195 والـ Brightness قد تقدر تدور الشاشة على 350 نتز معنى أنها كثير قوية، ولكن، نريد أن نتذكر سعر هذه التابلت، مع المضبوط، يعني، الخبرة تأتي معها مع قوة السعر التي يأتي كمية موجودة، غير هكذا، يكون لدينا عدة الإختيارات عادة من نرى بالتلفونات Honor، كلهم الموجودين هنا، جميعاً ومشي مضبوط، مثل ما لديكم، تطبيئة Google Play Store موجود، أنا منزلت نتفليكس، اليوتيوب موجود هنا، ومنزل عدة الأشياء، ونزلت نتفليكس، كل التطبيئات لديكم ستمشي، مجرد أنها موجودة في قلب Google Play Store، ستمشي منيح عليها لها التابلت، نحن كل ما نفهمني مضبوط أن هذه ستكون كثير منيحة، خاصة عندما نتفرج عليها فيديوهات، نفرجيكم قليلاً ديمون سلير موجودة هنا على نتفليكس هنا، نستطيع أن نتفرج عليها ونرى عدة الأشياء، ستكون منيحة، طافي الصوت أنا، لأنه لا يريد الصوت يعمل لي كابيرايت سترايك على الفيديوهات، لكن الحالية فيها مثلاً، دعنا نفتح اليوتيوب هنا، لنستطيع أن نسمع الغنية لدينا الالكس كريندو، هذه الغنية العادة نستعملها، دعنا نضبط الغنية موصلة على مطرح معها، نحن نضعها عادة، شهر وحيد يقول لكم الملتي تاسكين عليها جميعاً، يمكننا أن نفتحها هنا بزر واحد تلفها على الشمال، يمكننا أن نفتح تطبيق ثاني على اليمين هنا، دعنا نفتح كروم، نفتح كروم، نفتح كروم، نفتح عادة تطبيقات مثل بدنا، يمكننا أن نغير الحجم، يمكننا أن نضبطها، وإذا بدنا نرفعها على آخر شيء، نعملها هكذا، الشيء الثاني الذي أعجبتني فيها، إذا كنت أقفز الزر مرة ثانية، يمكننا أن نفتح التطبيق تصبح التطبيق واقف بويندو صغير مثل كأنه على تليفون صغير لوحده، يمكننا أن نمسكها، نزيحها من اليمين إلى الشمال، ويمكننا أن يسكرها أيضاً كما أريدها، لكننا نريد أن نسمعها، ونفتحها هنا، ونفتحها مرة ثانية مرة ثانية، لذلك، ونسمعها الغنية أليكس كريندو جامبوف مع NCS ريليس، قمت بتطبيق 100% ونبدأ موسيقى كما ترون، يمكننا أن تسمعوا الصوت كثير منيح، وليس هناك أي أشكال، هذه حلاواتها لها التابلت، كبيرة، وشاشة جميلة، وليس فقط، لدينا الصوت كثير منيح، الكاميريات الموجودة هنا، كما أخبرتكم، سيكون أحسن شيء الفيديو من أدامه ومن وراءه، الكاميرا الموجودة هناك خمسة ميكا بيكسل، خمسة ميكا بيكسل موجودة أدامه، نفس الشيء، لدينا فيديو، ومعنا المور، وعنا الفوتو، تظهر مزبوطة، صراحة، هذه الكاميرات، لن تكون أحسن كاميرات موجودة بالسوق، دعني أعطيكم الآن مصر بسرعة، لنرى كيف الصوت وصورة من هذه الكاميرات الموجودة أدامه، والأدامه على الـ Pad 8. نبدأ بشكل كاميرا السي سي سيكون أدامه، خمسة ميكا بيكسل موجودة أدامه، ونعن نفس الشيء. فيديو 3TB 30 فريمس سيكون أحسن كاميرا، هذه الكاميرا لا يجب أن نستخدم إليها على فيديوهات لنعمل مكالمات، وهذا سيكون مصر على الصوت والصورة، إذا كنت تعملوا هذا الفيديو، الآن، نستخدم الكاميرا الموجودة وراء، خمسة ميكا بيكسل، ونفس الشيء، فالـ 3TB أدامه على الصوت والصورة وكما تظهرنا، الكاميرات الموجودة هنا، لا أعطينا أحسن من ذلك. كما ترون، سيكون الـ 2TP أحسن شيء. لكن صراحة هذه التابلت لا معمولة أن نأخذ فيديوهات فيها. لا أصحب أحد أن أأخذ التابلت ويأخذ على خلفه ويأخذ يقول يلا دعني يصور ويعمل كل هذه الشغلات. هذه التابلت معمولة صراحة لأن تسمتي على شغلات فيها. نتفرج على فيديوهات، نتسمع على موسيقى، نعمل كل شغلات الـ content consumption بيسموها. وهذه يتمشي منيح. البطارية كبيرة أيضاً. والحاسوب منه كثير قوي، يعني أنه لا يأخذ كثير قوة لشغلها. لكن لغم ذلك، لدينا 6 جيجا بايت رام و 128 جيجا بايت للذكرة. يمكننا أن نعمل عدة شغلات عليها وكثير شغلات تمشي ميحة وتقضينا مدة منيحة. حالياً فيها أيضاً أن نستطيع أن نأخذ الـ connection لـ Wi-Fi لدينا ونستطيع أن نعمل الـ hot spot منها لشغلات تانية، مثلاً الهاتف تانية. إذا كنتم في أوتيل أو محال في الطيارة، تعملوا اشتراك واحد، وفيكم تفسخوا الـ connection من التابلت للتليفون من غير ما تعملوا اشتراك مرتين. هذه الشغلة حلوة. الشاشة منيحة، الحاسوب منيح، الخبرة الموجودة هنا كثير حلوة، وخاصةً مع اندرود 12، كثير منيح. والسعر الذي يطلبوه هنا لا يكون كثير عالي، صراحة في لندن يقوله تقريباً 270 بحوند. لا أعرف أدى سيكون بالدعو العربية، لكن صراحة، آخر نهار، إذا تفجعوا على تابلت جديدة من شركة Honor، الـ Pad 8 ستكون كثير منيحة، وتمشي كثير مع التليفونات الثانية. الشغلة مثل ما أخبرتكم، أنه يمكنكم تعمل الـ wireless projection من الشاشة التي عيدتكم للتليفزيون، إذا التليفزيون يعمل كاستنج عليه، هذه الشغلة كثير مهمة، خاصةً أنه، رغم أن الشاشة كبيرة هنا، يمكننا أن نضعها هناك، ونتفرج على الفيديوهات التي عيدتنا على الشاشة الكبيرة. هيا، شكراً جزيلاً على كل الناس لمشاهدة اشتراك، اروا لي ماذا رأيكم بالـ Pad 8 من شركة Honor، هنا تفكروا أن تأخذوا تابلت جديدة من شركة Honor، وإذا لم يعجبوا بكل المواصفات التي رأيناها، سأراكم إن شاء الله في الفيديو الجديد.